للمرة الحادية عشرة العاصمة المصرية تستضيف مؤتمر اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب اختيار لم يأتي محضة صدفة لكنه جاء تكليلا للجهود المصرية الحثيثة للتعاون مع مختلف الدول لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي لما له من أثار دعمة تهدف إلى الخروج بتوصيات من شأنها العمل على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية هو موضوع ليه أهمية خاصة جدا رئيس الاتحاد الدولي المحاسبين دي أول مرة تكون متواجدة في المنطقة العربية وأفريقيا وكان فيه كذا اكتراح أنه يتم المؤتمر دعا في عدة دول مختلفة حقيقة لما حصل الفوت وقدمنا الدعوة تم الاتفاق على وجودها في مصر لأهمية مصر المهنية والحضرية والمكانة في العالم يعني فالمؤتمر وجوده في هذا الزخم العالمي دي حاجة مؤسرة جدا الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة الفرص والتحديات تحت هذا العنوان انتلقت فعالية مؤتمر المحاسبين العرب بالتعاون مع الاتحاد الدولي آيفاك مشاركة واسعة شهدها المؤتمر بحضور 152 وفدا لتسليط الضوء على تحقيق التنمية المستدامة إلى جانب تطوير وتحديث الشركات والمؤسسات نحن منظمة لها عضوية حيث لدينا 56 عضوا في 44 دولة في إفريقيا وبذلك نحن نمثل أكثر من 120 ألف محاسب عندما أنظر إلى مهنة المحاسبة فإنني أتناول مجال التعاون وهو الدافع لوجودنا هنا اليوم لقد حان الوقت أن يقوم المحاسبون بأعمالهم بطريقة مختلفة غير الطرق المعتادة لأسيما بعد قائحة كورونا تحقيقا لمنفعة الشعوب وكوكب الأرض تتحدث عن التحديات التي تواجه المحاسبين والمدققين في ظل ارتفاع أسعار للتضخم في ظل الحرب الروسية في أوكرونيا في ظل تذبذب أسعار النفط في تحديات كبيرة بعيشها العالم وبالتالي المحاسبين والمراجعين لهم دور هام وكبير في التدخل في معالجة هذه التحديات كذلك مخاطر اللي هو التلوث البيئي أيضا المحاسبين والمراجعين لهم دور في المحافظة على ما يعرف بـ الـ ESG requirements أو الاستدامة المطلوبة على ضوء هذه مذكرة التفاهم سيكون فيه تفاعلات ومشاركات وأحداث مشتركة بين الاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب واتحاد المنظمات المهنية في أفريقيا وعلى هامش انعقاد المؤتمر تم توقيع بروتوكول بين التحدي المحاسبين العرب والتحدي المحاسبين الدوليين انطلاقا من حرص الدولة المصرية على الملفات الاقتصادية يأتي هذا التباحث والتشارك بين الاتحادات الدولية للمحاسبة لوضع آليات فاعلة خلال الفترة المقبلة تعمل على دعم الاقتصاديات بين البلدان المختلفة فرح الخولي هنا القاهرة عاصمة الخبر